السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحاولة السابق علي مادة الـ Object Oriented Design قسم تتنولوجيا الإعلام في جامعة التتنولوجيا مع علمات والتفصالات المرحلة الثانية موضوعنا اليوم هو عن الـ Object Oriented Design بصورة عامة إحنا أفضنا في الأسابيع الماضية مجموعة concepts متفرقة لكن اليوم أريد ننظر الـ Object Oriented Design بصورة عامة هو الشيء المبادئ اللي راح أحتاجها وأستخدمها الشيء اللي يجب أن أفكر بي عندما أشتغل في Object Oriented Design في Object Oriented Design يعني يعتمد مبدع مهم هو Reusing Development أو Reusability مثل نقول إعادة تدوير أو إعادة استخدام فالـ Reusability هو مفهوم مهم بالهندسة اللي عبارة عن استخدم الشيء الموجود أدي بدون ما أرجع إلى التكرار الآن الشيء عندي موجود فردي كود كتبكه ما يحتاج أرجع أكرر مرة ثانية فأستفيد من الأشيء الموجود أدي حتى يكون يعني إنه أكو في بيفد كفاءة أكثر كفاءة عالية فدائماً الـ Object Oriented هو طريقة برمجية خصصة على هذا المبدع مبدع إعادة الاستخدام ولهذا دائماً يعني سنشوف إنه يجي ويا أكو components أو مكونات أقدر استفاد من أدها في إعادة الاستخدام يعني هو مجهد خصوصاً الـ OOP لغاية برمجة اللي تدعم الـ OOP يكون كلها تدعم إعادة الاستخدام حتى أبدأ أي مشروع Object Oriented أول خطوة دائماً ستكون عندي Analyze Object Problem أحل المشكلة اللي عندي ثاني شغلة بغير طرق غير الـ OOP أحل المشكلة وراها أبدأ أحلها في OOP لا قبل أن أبدأ أكتب حل ما للمشكلة سأنظر إلى الموجود عديد أكو أحد سبق أن حل هاي المشكلة أكو أحد سوى شي مشابه أقدر استفاد من عندهم فأول شيء أقوم بعمل ساوى الـ Survey of the component library إنه أنا عندي مثل مكتبة مكونات مكتبة Classes أنظر إليها أشوف أكو هذا الشيء اللي أقوم بعملها لا وبعدها يعني قبل ما أبدأ أحلها إذا موجود داكت الوقت أكتب أي كود ماتي وهذا يكون لصورتها أضيفها للمكتبة حتى في المستقبل إذا أحتاجت راح تكون أيضا جاهزة يعني ضمن الإعازات اللي أقدر أنظرتها وعند أحتي بصورة عامة لأن هذا الـ OOP ليس فقط جابة ليس فقط يعني حول ما تستخدم عبارات methods لأنها متخصصة باللغة نفسها وبالبرمجة نفسها وعند أحتي بصورة عامة أنه نتصور الـ OOP كأنما إعادة استخدام الشيء الجاهز عدي من أسوي من ما موجود الشيء أصنع أحط طويل أشياء الجاهزة حتى أقدر بالمستقبل استخدمه فهذه الـ OOP سيحقق لي ثلاثة عن طرق الـ OOP الأول هو إذا أريد مثلا أجيب أوظف عدي مبرمجين حتى يطوروا لي برنامج أنا بدلا ما أوظف ثلاثة كتبوا لي كود طويلة أوظف واحد فقط يستخدمهم يدل يجب المتوسط المتوسط ويضعها سواء سيوفر علي أنه أوظف ثلاثة أشخاص لأنه الشيء جاهز موجود الشيء الثاني سيحصل لي هذا لماذا هذه المتونات التي أصلا تم إنتاجها واستخدامها مئات المرات قبل الـ OOP لا يستخدمها لا يستخدمها فأكو ناس جربتها ناس تأكدت ما يشتغل ناس حلت المشاكل ما لديها فمن أجل أن نستخدم شيء جاهز فهذا سيكون متأكدة من الـ OOP ما بإمكان أما أنا نستخدم الـ OOP أقفد شيء ناسية أضيفة أقفد حالات ما أخذها منظر الاعتبار فهذا الـ OOP جاهزة لأنهم جربة وتم حد كل المشاكل المتعلقة بهم وطبعا الشيء اللي إحنا أكثر شيء يخصنا هو أنه في الثانية يقل بدلا ما أخذني طاعة أكتب البرنامج يصبح لنصف طاعة لأنه فقط أستدعي في الأشياء الجاهزة الموجودة اللي يستبق كتبه مطورين غيره إذا نظر هنا هذا مخطط إنه كيفية كتابة برنامج كيفية كتابة برنامج كيفية إعداد أي بروجكت OOP فأول شيء إنه formulate the problem أحل المشكلة ماتي أشكلها إنه يعني أصيغة بطريقة برنامجية ورها أسوي object-oriented-classes شنو object-oriented-classes يعني أنظر إلى شنو الـ object اللي أحتاجها شنو الـ class اللي راح أحتاجها إذن ورها أسوي object-oriented-design إنه فعلا أسقط أقول آني مثلا أحتاج خمس خمس objects أحقول شنو الـ object الأول خمس شنو الـ object خمس شنو الـ object خمس شنو الـ object اللي راح أحتاجها ورها أجي على هذه الخطوة اللي هي الخطوة المهمة feasibility survey of library components شا حسوي أروح أطلق على اللي اللي أنا اللي عندي أطلق عليها أشوف شنو الموجود شنو المموجود إذا الـ component موجود بالـ library أحطه بالـ application ماتيم هنا إذن إذا أحطه بالـ application ماتيم وأمشي أكمل إذا هو أصلا موجود بس أستدعي وأكمل إذا ما موجود رحش أسوي أروح أسوي formulation أضيفة للـ شنو يعني أسوي إنه مثل أفكر أخطط شو راح أكتبه وأسوي لها معنى object-oriented addresses وأسوي لها coding أكتب هالكود ماتيم وأسوي لها testing أتاكد أنه يشتغل فيها ورحش أسوي أضيفة للـ library ومن هذه الـ library أسوي لها usability فهذه الـ library هي دائما أتشيك بها من أجي أسوي من أسوي usability survey أتشيك وين بالـ database أو الـ library فأنا بهلثنا أي شيء أكتبه أرجع أضيفة للـ library هذه الخطوة المهمة حتى بأديم بالمرة القادمة يكون هذا الشيء اللي ما لديته أول مرة وقرأت الكتبه يكون موجود بالـ library فيكون هذه فكرة الـ object-oriented إنه دائما أي شيء أسوي أحتفظ به أقدر أستفيد منه بالمستقبل بسيطة الـ object-oriented نجي إلى الموضوع اللي بعده اللي هو موضوع كلش خعب متشعب وراح تحبوني من مورا بس هو مهم وراح يكون أيضا موضوع تقريرنا هذا الكوسمي أكيد سمعتو أنه ضمن قرارات الوزارة أنه مطلوب من كل طالب تقرير على كل مادة فراح يكون موضوع تقريرنا هو هذا الموضوع به شوية صعوبة لكن لا تخافون لأنه أغلب للاطلاع فقط يعني شون أدليكم من تعرفون المعلومة بسيطة أنتم مطالبين من المعلومة نفسها مطالبين شون أندلها إذا أحتاج شون أستفاد من الأدهب أوكي؟ فيعني أول شيء أنا كيف كنت تخافون إن شاء الله بسيطة نفتهمها سوى مثل ما قلنا قبل شوية أنه لكل يعني حتى أسوي أي application دائما أنظر إلى libraries أو components اللي موجودة فجابا ب libraries يعني عدد مهول ملازم قبل ما أعني عدد أنا أريد أصلم أكون على ألم بشنو هاي الليبرارات المتوفرة وشنو أقدر أستخدم مباشرة بدون ما أحتاج أكسبة من جديد في نفس الوقت مستحيل أنت حتكون تحفظوا الكل هن ما أحد يعني ما توقع أسو أحد يعرف كل libraries لكن إذا عندك فشيء في the application معين يعني مثلا أنت خصاص رياضيات فستعرف الليبرارات الخاصة بالرياضيات فهذا يخلي أنه يعني حسب أنت شنو أتيت تخصص بي شنو الحاجقة الدائما الليبرارات تمر عليك دائما ما ستكون بتعرفهم عندنا أكو الليبرارات كل مهمة طبعا إحنا أي الليبرارة أريد نستخدمها شنو يستخدم إعاز أكيد مر عليكم قبل أن نستخدم بسكالب واليوم بسكالب ما نظن أنها راح نحش عليها فمن قريد أني أستخدم library لشي أستخدم إعاز اسمه import يعني استيراد بس أكو library مهمة جدا اسمها java.line هاي library ما يحتاج أسوي لها import لأنه أغلب البرامجيات مثل jgasp والنتبين الزني هم يعني مظم من هاي بلتن أنه أول ما أفتح برنامج أول ما أصلتها هو يستدعي هاي الليبرارات هاتقد شوي بالcompilers القديمة ما تشهدت هاي الخاصة فأكو بعض كتبعض مثل معات أبتل كاتبين import java.line و بس يعني هسا أنت لابد برنامج ما تكتب import java.line أو ما تكتب هو يستدعيها هاي الليبرارات وهي الليبع بيها كل شرواية classes classes يعني و بيها methods يعني لحنا لعنا ناخد الثلاثة ونحن ناخد ويها كل شرواية classes فأنت يعني بمجرد أنه أنت تفتح برنامج مثل 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 بمجرد أنه أنت بيجيب البرنامج مثل 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 system.out.thirt.limp مبين system هذا اسم class .out هذا يعني 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 حتى system.out.println لأستدعي method println class system.out method يعني بيجيب البرنامج على كل فالقصد هنا إنه حتى هاي دائما نستدعيها إحنا هي عبارة عن method لأقدر أستدعيها عن طريق هذه library لأنه تتيح لي y classes من ضمنها system ومن ضمنها method println فا أكو أحد classes بهاي library اسمه object هذا الobject يعتبر super class لكل الكلاسات أي class من أخلق مننا object هو already inherent بدون ما أكتب extends inheritance هو already يسوي inheritance to class object وبالتالي أي object عندي أكو مجموعة methods متاحة إلى أقدام فقط أستدعي اسم object وكتب هاي المفيد رح تكون متاحة إلي أول شي نلقي نظرة على developer's guide من شركة Oracle شركة Oracle وكتب هاي اللي طاورت تحقنوني java شكراه بعديا بس يعني هم اليوم لكون برنامج java راح ننظر إلى مالتهم الدليل اللي بيه كل method كل classes وكل library ومالتها وأيضا راح نشوف مثاليا اللي هو math library راح أستخدمهم وال scanner class بس أكو فرق بين ذنيا السنية لأنه sorry هي مول math library هي math class لأنه math class يختلف عن math library همين راح بعدين نناقشها لscanner class يختلف عن math لأنه math طائر من java ذات language ما حتاجه سوي له export بس scanner لا حتاجه سوي له أكثر بس شنون خلي نلقي نظرة على developer guide اللي هو هذا العنوان math هذا هو الموقع اللي عدتكم عنوان math وحاطين به library math java لاتلاحظون عددها ما شاء الله كل شو هاي وهي شنون كل واحدة منهم package يعني داخلها أكون 3 لاتلاحظة فعددها كل شو هاي ومستحيل أحد يعمل فالنوان نجي نباوى على java.language اللي نقلنا هاي يعني هاي تستدعى مباشرةً أول ما قبل البرنامج أول ما قبل البرنامج أول ما قبل البرنامج كل هاي 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 ودني اللي كلاشات كل هاي available بالنسبة إلي ده خلنا أخذ مثلا مثلا عدي class اسم boolean هذا الكلام إذا أجي عليه راح ألقى بي attributes وألقى بي constructors وألقى بي methods إذا أريد آني أستدعي هاذا المثال مثلا compare compare شيستوي ترجع لي int قارلي بين boolean واحد و boolean اثنين عندي 2 boolean variables اقولها مثلا اقولها x, int ال x يساوي compare وهنا اقولها مثلا false by false او false by true, true by false يعني true by true then compare وهو حيرجع لرقم اعتقد الرقم 0 اذا متساوين لو واحد هو ثالب واحد اذا متساوين لمدة عدة هسته وهو طوع عنهم اينا اقدر اتخل هنا على الشرح مالة المثود راح القيام بكاتبه شنو القيامة return value اذا متساوين ترجع الصفر واذا x and y ترجع ثالب واحد وإذا X and negative Y ترجع لي كثورة على كل إن هذا مو شغلنا خلي نرجع لل Java Language راح نشوفوه كثير ما قلت لكم يعني هاي اللي هسه شفناها بوليون.compare فقط اكتب بوليون.compare صر اذي له مضئلي ليش؟ لان هذا الكلام الريدي بالمو شغل اللي آني البرنامج أول ما أفتحه يستدعيه خلي نشوف عندنا مثلا هنانا هذي الماس هذي Java.line.math ما يحتاج أستدعيها اللي هي موجودة أصلا بالبرنامج خلي نشوف شو راح أطبقها بمثال لاني آني هذا المثال عدي آني class عندي رقمين وأريد هذول الرقمين أسوي بينهاتهم أقارن أشوف ياهو الماكسيمم لنبه فآني نسوي class فآني مثل يعني آني كيوزة كتبت مثل هتسوي لي تاخذ Intel x و Intel y ترجع لي integer اللي هو إذا x أكبر أو يساوي y حترجع لي x else يعني معناها y أكبر حترجع لي y وهنا الماكسيممممممممممممممممممممممممممممم أكبر أو يساوي 12 فهاي هالحالة ترجع إحنا دا نقول أكو library اسمها math و بيها method اسمها max هذه الماكسيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملاب يعني أنا هذا كله اللي اشتغلت شغل ذايد يعني أكو ترجعي library تسويلي هذا الشغل لماذا قاني دع اكتب كود إضافيه فهذا كله زائد فهنا هنا تجي عندي فائدة من الجافة اكو شغلة ثانية نستعمل نشوفها بالمثال احلاحظ اكون هنا انا وين الماكس ماكس 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 نحض تشيكوا وحيطة تخذ رقمين دبل وترجع لي ياهو الاكبر كدبل وحيطة تاخذ ثين فلوت وترجع لي ياهو اكبر فلوت وحيطة تاخذ انتجر وترجع لي وحيطة تاخذ لونغ وترجع لي فهنا هنا انا انتي يعني بدل لو اريد انا اكتب هذا كود حسب لازم اربع مثل حتى عديت حسب نوع المتغير اذا عندي متغيرات إنتجار يجب أن أكتب لهم مثل ولعنى متغيرات float أكتب لهم مثل الثانية لأن مثل الآن يكتبها لا تقبل نفس المثل تقارن لفلوت ومرة إنتجار نجب أن أكتبتوا مثل حتى لو نفس الاسم بس من أغير الفراميات ستعتبر مثل الثاني فهنا عندي library بيها أصلا مثل الجاهزات أحسب هذه الانتغيرات لدي أستدعي المثل الجاهزة اللي مكتوبة بالبرنامج بدلا ما أنا أحتاج أكثر فهاي شغلة همينة فرقة واني مو بس هاي المثل تتعطبتها المثل تتعطبتها زادة وإنما المثل أصلا تسويلي تشارت شغلة أكثر من اللي أنا سويتها بالمثل اللي أنا كتابتها هسا خلي نرجع نشوف المثل السكانر نحن مستخدمين قبل مثل السكانر بس هسا اليوم شنسوي نشوف البرنامج ونركز على عدة نقاط مهمة أول شيء الimport رحضوا import java.util.scanner لأن هذين شنو هاذا كلاس وهذا كلاس هلا أكو بيعني الهاتس زي أجي هاني هناني من أسوي سكانر object new scanner هادي شنو هادي هادي هنانا الconcentractor من السكانر تقبل متغير فهذا ما رح يشوف انه السكانر أدها أكثر من first factor بنائا على هذا المتغير حيقدر دائما يستخدم هذين فهذا سيتم نقاط إنه هو متغير حتى تسوي initialization الماتي لscanner object وراها رح أقول إنتر username هنا هنانا username ونوع string تسوي my object.nextline هاذي شنو هاذي؟ method المنتاب عليها class list class scanner وإذا عندي الobject ما للclass أقدر استخدم . استخدم nextline هسا شنو هيا راح خلي شوف على الموقع مال هذين خلي نرجع l-overview شرعي نشوف java.util اللي هي هاته سيشوف وين السكانر ونشوف شنقدر استفاد من المعلومات اللي بيها هاي هي السكانر نلاحظ أول شي هنانة حاطلي هاذي java.util scanner هاذا هو الpath اللي أحتاج أسوي له import إذا عريض هاذي ال library هاذا عريض هاذي الclass . راح نلاحظ أمين هنانة كل ذنية يعني حاط لبنة شرح وأمثلة عن استخدام لسكانر فهو الموقع همينة ومحبري هواية أمثلة عن شوان استخدم لسكانر بس نجي هانا نركيز الconceptر راح نلاحظون انه شكرا عندي واحد مين ثلاثة أربعة خبية خبية ستبعة ثمانية نسعة عشرة عندي عشر انواع scanner conceptر حسب شدخل لإموت إذا دخلت لي اسم file هيتستخدم هالي نحن الsystem.l هي هالي يسموه input string إنه مدخل system.l هذا إدخال وهو شاح يسوي راح يجي يسوي يستخدم هالي يستدعيها يسوي لي يسوي لي منها object نحن يجي ورها نحن شا استخدمنا next line ونشوفونا method next line next line next line إذا أنا هس دا أريد أشوفوا انه هاي لابر استخدمتها شون استخدمتها استدعيتها ببور شنو constructor ياهو حسب البرامج اللطاتة يا مثل أستخدم عندي كل لدي المفض أقدر استدعيهن أنا استدعيت next line أقدر استدعي next int next float next line next line next line next line next line لحد هنا نحن أخذنا أمثلة بسيطة عن the library التي موجودة in Java مثل ما ديت لي يعرفها كل سوائل وانتم مضموط على بين بس أكو بعض من المهمات أخذكم باختصار نحن أخذنا نحن أخذنا نحن أخذنا نحن أخذنا نحن أخذنا نحن أخذنا عن المهمات أن أول واحدة Java UTIM موجود بها Data Structures و Framework ساعدني على قراءة بيانات شوية معاقلة تعلمين على البيانات البسيطة لجاب الانتجار الكولي بس بعضها Data Structures معقدة مثل التاريخ التاريخ دائما يكون شهر و سنة و يوم و الوقت نحن أخذنا الدقيقة والثانية والساعة فهذه الأشياء نحن أخذنا بسيطة 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 جابا ترتبط بالجاباة بسيطة بسيطة جاباة تختبر جاباة 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 بالجاباة تحتوي تصميم واجهات برامج مثلا أي بناجة تحتوي واجهة بسيطة تصميم بسيطة تقريب تقرير سيكون تقريباً سبوعاً حتى تعملوا كل تقرير سيكون مطلوب منكم لديك شغلات الأول شيء نحن نتحدث عن الانترنت عن الواقع الدولة من هذا الشيء سيقول اختار كلاس لقد شررت العملية بكلاس مختلفة اختار أي كلاس مثلا هل سيقول نحكي أنه كلاس مات والكلاس كان هناليوم يدرسنا هنال بعد جيد مثلا اختاريت كلاس مات سيقول سوي فتشورد انترنت و شلو فائدت هاد الكلاس ماذا استفادنا الكل يسوي عمليات رياضية وهذا من الانترنت تجيبه يعني مو انت تتألف حاج يجاهز تجيبه من الانترنت يعني تستخدمون اكثر من ملتر شوية ترسبوه يعني مو كابوكيس شوية عبو نفسكم والشغلة الثانية مطلوب منكم تنفدو ببرنامج يعني هاي الكلاس اللي اخدتو اخدت التماس اوكي شو احنا بالمثال اختارين الماكس تجربة تسوي يعني مثلا في المثال انه شو الاني قارنت بالرقمة الماكس وهذا استفادت من هاي الليباري وراها بس شو الانترنت انت يعني بس كنت بسطرين تلاتي برأيك انه شنو اهمية هذه الكلاس او شنو فائدة هذا الكلاس انت برأيك يعني انت يتعبر من عندك احيط رأتكم بالاخير او شنو او شنو او شنو او شنو بس شنو اذا جاني تقريرين بالضبط نفس الشي رأسي صفر ادري هذا التقرير مهمه على ثلاثين درجة ما يخصني اللي ينقل على زميلة يخص صفر فانتو شنو مثلا بها الحالة حتى اذا يعني هاي ميهم اذا اخترت نفس الشي وحيصر اكون تشابه طبعا ذا بالتقرير بالتقرير يعني هاي بس مقدمة بس مثل ما اجلنا هاي الأهمية حتى التوهسة مثلا مبدئيا كل واحد يبدى يحظر انه يشوف يلقي نظرة على كلاسات اذا قررت اختارت قررت عليه وشوفت نفسك مقتنعت او مدت افتهمه عادي او فروح على كلاس ثاني يعني لا تطلون بس شنو يعني بس اريدكم يعني حتى تندلون مين اطلع اذا احتاجت وشون اقدر استفاد من المثود اللي توفر لي هاي الكلاس ثاني اذا اخلق object من عندها وشون اسوي import وشون اقدر استفاد من هاي الكلاس ثاني الى هنان ان شاء الله تمت محاضرتنا اشوفكم يوم الاربعاء لا تنسمعتكم امتحان هاي المحاضرة مداخلة بالامتحان لكن ايضا يعني لازم تكونوا مطلعين عليها يضافل ناقشها اثناء اثناء الميتنج يلا اشوفكم يوم الاربعاء ان شاء الله اشوفكم يوم الاربعاء ان شاء الله